الفرق بين الصبر والتصبر والاستبار والمصابرة الفرق بين هذه الأسماه بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحسن إن كان خلقا له وملكة سمي صبرا وإن كان بتكلف وتمرن وتجرع لمرارته سمي تصبرا كما يدل عليه هذا البناء لغة فإنه موضوع للتكلف كالتحلم والتشجع والتكرم والتحمل ونحوها وإذا تكلف العبد واستدعاه صار سجية له كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله وكذلك العبد يتكلف التعفف حتى يصير التعفف له سجية كذلك سائر الأخلاق وهي مسألة اختلف فيها الناس هل يمكن كساب واحد منها أو التخلق لا يصير خلقا أبدا كما قال الشاعر يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل وقال آخر يا أيها المتحل غير شيمته إن التخلق يأتي دونه الخلق قالوا وقد فرغ الله سبحانه من الخلق والخلق والرزق والأجل وقال الطائفة الأخرى بل يمكن اكتساب الخلق كما يكتسب العقل والحلم والجود والسخاء والشجاعة والوجود شاهد بذلك قالوا والمزاولات تعطي الملكات ومعنى هذا أن من زاول شيئا واعتاده وتمرن عليه صار ملكة له وسجية وطبيعة قالوا والعوائد تنقل الطباع فلا يزال العبد يتكلف الصبر حتى يصير الصبر له سجية كما أنه لا يزال يتكلف الحلم والوقار والسكينة والثبات حتى تصير له أخلاقا بمنزلة الطباع قالوا وقد جعل الله سبحانه في الإنسان قوة القبول والتعلم فنقل الطباع عن مقتضياتها غير مستحيل غير أن هذا الانتقال قد يكون ضعيفا فيعود العبد إلى طبعه بأدنى بعث وقد يكون قويا ولكن لم ينقل الطبع فقد يعود إلى طبعه إذا قوى الباعث واشتد وقد يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعا ثانيا فهذا لا يكاد يعود إلى طبعه الذي انتقل عنه وأما الاستبار فهو أبلغ في التصبر فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب فالتصبر مبدأ الاستبار كما أن التكسب مقدمة الاكتساب فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير استبارا وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر فإنها مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فأمرهم بالصبر وهو حال الصبر في نفسه والمصابرة وهي حالة في الصبر مع خصمه والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة فقد يصبر العبد ولا يصابر وقد يصابر ولا يرابط وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى وأن الفلاح موقف عليها فقال واتقوا الله لعلكم تفلحون فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر فهي لزوم ثغر القلب لألا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيده عن مملكته شمس الدين ابن قيم الجوزية قرأت لك وهذه تحية مني أنا فيصل خالد الغريب وحياتك سنة اشتركوا في القناة